هاي ملك هاي شيف كيفنا اليوم الحمدلله انت كيفك شو خبرونا اليوم الحلقة مميزة اليوم متل عادي كل الحلقات الصحية اللي نعملها اسبوعيا عنا حلقة عن حرق الدهون المأكلات اللي بتفاعدنا نحو الدهون اكيد هاي الامور هي منها طب بديل اما هيشي هي بس نصايح عن المأكلات فينا نستعملها خلال اليومنا لاشخاص نبين يعملوا غياضة اما اشخاص بيحب يحافظوا عندهم يعني جسم سليم يحب يحافظوا عليه بدون ما يأسوا على الزام الغذائي شو بنا ناكل هيدا قليل هيدا كتير فات قليل فات بلا فات الاخير ايه لا هو دي في عنا مواد موجودة عنا بالمطبخ اما فينا نشتريها بتساعدنا على حرق الدهون نخلل تناولها بقواة معين اكيد بخطوة اكيد طيبة اكيد لانه بتعرف المفهوم خاطعا الاكل دايت هو مش طيب لالأساس هي دايت يعني هي نظام نعمل نظام لاكل لحياتنا بيكون بطريقة عم نستعمل فيه اشياء بتساعدنا خليل الصبح اما خليل غدا ما العشاء بتساعدنا على الحرق الشهر هنعملين طبق هنعمل اوشي درينك الصبح فيها نستعمله ونشربه مشروب ايه نشربه هو مع لبن وشاي اخضر هنحط معه في سترودريز وبروكولي فبساعدنا اه صبح بنشط الجسم فيه اه الياف اه كاملة بتخلينا حسحان لشبعانين فيه بقلبه الضهون من على اللبن فيه سكر من غرف وايجي واللي ما ننسى الشهر الاخضر هو اه كمان بيحرق بيساعد على حرق الدمه بيساعدنا من على التايين اللي بقلبه بنعلل الميتابوليزم بجسم وبساعدنا اول شي هناخد البروكولي تاخد بنا كم زهر صغير اوكي يعني هيك بنكون عم نبلش نهارنا اه بشكل اه صحيح مية من مية يعني بتعرفي اليوم اتما نقول في عندك الفطور ممكن يكون مشكل من كذا شغلي فينا نعمل شيكس بيساعدونا انه مثل الكوكتيل كوكتيل معمول من اللبن معمول مع فويكي بساعدنا انه نبلش نهارنا بشكل صحيح بنا ننسى ان الفطور هو اهم واجبة بنهار يعني بالنهيه جسمنا بعدو فيول ليقدر يقلع كل النهار او يعني يخدمنا كل النهار يعني مثل السيارة سيارة بتحطي لها فيول ما بتمشي جسم نفس الشيء